لو انا وكل ما اتكلم كلمة هيبقى قدام كل مفرادة هنقف يبقى احنا وضحش انتو خطت حقوق في الشوار هي لم تأخذ حقوق يعني المعنى ده لان فكرة انك انت عايز تصوب خطاب ديني في اشكال كتيرة جدا ممكن انها كان يمارسها الازهر طب زي يعني ربما تكون اكثر يعني تأثيرا واهمية يعني انت ذكرت انه ممكن في مناهج التعليم في ده قلت قلت ان في بروتوكول زي ما فيه في الاعلام زي ما حصلت اشارة ان فيه برامج كانت ذات اكثر تأثيرا وخطاب يعني اكثر اتساعا كان موجود في الاعلام اكثر يعني من فكرة النزول للناس في الشارع دي يعني فيها نوع فكرة خطرة فكرة فيها تنييز فكرة فيها نوع من الهيمنة الدينية فيها نوع من المحصرة يعني انا اذهب الى الدين باختياري هذه حرية وحضرتك في المترو لانت اذهبي الى لجنة الفتوى الا باختيارك الشخصي وحايد متخلال الوشيخ بيجي اقول لحاك هنديك سعاد انتو بتتكلموا بس عن لجنة الفتوى لكن بتغفلوا بقية البروتوكول اللي معمول هناك وعاز متجولين حيتوفوا فيه ديني فندم من البروتوكول ده دي حواياك ديني نص البروتوكول مكتوب في ان الوعاز بيتجولن في عربات المد quê? اه معز متجولين ووعزات مكتوب فيه. يا فندم. ومكتوب فيه دروس ومحاضرات حاتوا بس عبر الازاعة الداخلية. المصدر يا فندم. حضراتك كاتبة. كاتبة ومصدر ثقة. في محطة المترو اظن الشيخة. اه كرة. اه ازاعة داخلية وانك انت بتجلس في قلب الازاعة. ده كان فرمضاني افندم. معلش. مش اللي كلمة مردين دي فرصة اكمل كلام. واني بتجلس مع السائق بتاع المترو. بتاخد الميكروفون. ممكن تقول آآ آآ محاضرة او او تقول درس او تقول ما عايزة. اذا الكلام دوت حادث. يعني هي المسألة. مش مسألة ان انا بروح. ان انا اسأل استفسار يعني عاجل. انا مستعجل عليه. مش قادر آآ 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 انتظر عليه في لجنة الفتوى. لا ده انت بتحاصر. خلينا نقسم الحاجات في حضرتك دلوقتي. في حاجة ضد الاطار العام اللي هندخل فيه الدين بشكل قوي بهذا الشكل. طبعا. طبعا. انا فهمة دي. هاد الحاجة رد على ده في الاطار العام. لكن انا ما فهمتش المعنى اللي حضرتك قلتيه. لما قلتي ان احنا كأننا عايزين نجيب الطيار بتاع الازهر نحلوا محل الطيار المتطرف لمكسب سياسي. الاخوان وهذا. اكمل يا فن. الاخوان وهذا الطيار لما كان بيعمل ده. حضرتك عارفك واس قوي. ان كانت لديهم مقاصد سياسية من هذا الامر. تمكينهم ووصولهم الى السلطة. لكن هل الازهر حس بيسعى الى الوصول الى السلطة ايه مش. السلطة مش ضرورية. يعني السلطة اللي اتكلم عنها ان هو الازهر هو الممثل الشرعي. المجسد للرؤية الدينية والموقف الديني دي سلطة اعتبارية قوية جدا. يعني دي بحد ذاتها. يا فندم هو الازهر لسه يكتسبها. ايوة يعني. بسلطة موجودة. ممنوحة. ممنوحة. ما هي دي الفكرة اللي انا بقولك على الاستحواذ على الناس هو مزيد. احنا بنستحوذش على الناس يا فندم. لم يكن للازهر توجه يوما ما ليستحوذ على الناس لتوجههم. استحواذ يا فندم. يا فندم ليش انت اوضح الحروم يا استاذ راشا. انا اسف. يا فندم السلفيون والاخوان كانوا يستحوذون على الناس باسم الدين عشان يدخل مجلس الشعب. هتي لحضرتك واحد من شيوخ الازهر. لا هي قالت الهدف مش كده. ولكن الهدف هو. يا فندم هو. لازم اوضح. بس انا عايز اسأل سؤال بس. اسأل سؤال بس. عشان انا بتكلم مع ناس سياسيين. احنا مش عندنا في الدستور بتاعنا اللي احنا صوتنا عليه مواد خاصة بالازهر. تمام. صح? طبع. اكمل بس يا فندم. هذا الازهر له دور. الدور بتاعه هو الدعوة. صح? هو احنا نحتاج لما الازهر يحاول ان يسيطر على المجال العام ويخرج عن الاطار المخصص لهم. لكن في دور. مش مفيش دور. محدش انكاره. بس. بس دور في في مجال ومش في المجال العام. مجال في نقطة مهمة جدا. الاستاذة بتقول انه الازهر بيعمل ده عشان يسعى الاكتساب شرعية. عن اي شرعية حضرتك تتحدث. بتكلم عن 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 سلطة آآ آآ يعني اعتبارية قوية يعني آآ آآ يقدر انه يعني آآ في فترة من في فترة من الفترات السلفيين هم اللي يعني عايزين يحتكروا الخطاب الديني. وفترة نحن نتكلم عن مؤسسة. والدولة منحة الخطاب الديني المين? نحن نتكلم عن مؤسسة. وحضرتك صوتت في الدستور على ان من يقوم بالخطاب الديني. مين? هو هو سوائل بس. لا 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 لا. سواء او لا. لكن هذا اختيار هذا اختيار الشعب. وهذا هو الواقع اللي موجودين ناس. على المستوع الشعبي يا فنبي. في ناس تعرف جيدا. في ناس تعرف جيدا ما الذي لا تريده. اما ما الذي تريده ما تعرفهوش. طب. يعني يعني. واظن المداخلات اظن مداخلات الناس يا أستاذ راشر. ام لا. عشان انقل لأستاذ سامر وحقه في التعقيم. أستاذ عبلة. حضرتك انا عاوز ااخد جزئية بس من صغيرة النهاردة. اسمحيلي ان هي تبقى قضية نوعية صغيرة. حضرتك الفكرة نفسها. وجود كشك. اذا انا محتجت كراكبة اروح الجأ له اسأل على حاجة او ما اسألش. حاجة ضد الفكرة. اه انا ضد فكرة وجود مكان ديني في منشعة عام. بالضبط. طيب.